السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسناء نتمنى البنات تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال طيبة ان شاء الله كما كتلاحظو اليوم ها نحضر معكم فطائر دي المخنفر اللي صراحة تيجي وروعة خفاف الواحد درجة كبيرة كبيرة بزاف مكونات بسيطة بوقت قصير وشكل جميل والاكثر انه ملداد نجزوا المكونات الطريقة ديال التحضير خليكم معي ان شاء الله هذا هو المكونات اللي غنخدم بهم عندي هناي زلافة ديال الدقيق الفينو وعندي هنا بنفس زلافة عبرت الفورس عندي مارقة كبيرة ديال السكر سنيدة مع مارقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وعندي الملحة وعندي حبة من البيض نضيف كيس مل الخميرات الحلويات و بنفس زلافة عبرت جزلين في ديال المدافئ يعني اي زلافة اي ايناء عندكم ستعبروا به نفسه طحين نفسه فينو و الدوبل دياله المبارد سوف نبدأ على بركتي الله سنغرب لها الفينو على الفرس كما لاحتوا وندمجهم مع بعضهم مزيان على هاد الشكل هذا غدا نضيف آآ كيس مل الخميرة ديال الحلويات للوزن دياله 8 جرام غدا نضيف سكر سانيدة خميرة ديال الخبز غدا ندمج العناصر مع بعضهم مزيان و الملح على هاد الشكل هذا البناس يعني ما نحتاجوش نتلكوه نهائيا بيدينا نخدموه بالخلاط الكهربائي وبنفس زلافة اللي عبرت بها كيما قلت لكم آآ طحين ديال الفينو والفرس غن عبر بها جوز زلاف قد قد يعني عامرين مزيان ديال المدافي زلافة الأولى الزلافة الثانية اي زلافة عندكم اي ايناء عندكم غتعبرو به هاد المكونات هادي ونخلط مزيان العناصر بهذا الشكل هذا باش يعني ميجيش تقيل على الخلاط ديال العاصر صافي يا ابنات بها الطريقة هادي دغياتي وجود ما تياخدش نهائي الوقت كتير هاد الشكل دا بعد غنضيف هاديك الحبة ديال البيض صافي وغندمج العناصر مع بعضها وغنكبها في الكأس اللي كان طحنوا فيه العاصر وانطلقها معكم ان شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي صافي غننخ خذ الكأس اللي كانطحنون فيه العاصر نكفي هادي الخاليط وغادي نخدمو واحد ج�리ل دقيق صافي وغادي نحبس يعني ما نحتاجوش جنيائيا ديالكو بيض animات غيا غادي يوجد ما تياخد نهائيا كيف ماختلك لكم الوقت كتير تقريبا واحد اه اه أربعة ديالدقيق صافي كي يكون واجد صافي لما كان شربنات هذة الكأس ضيلوا الخلاط الكهربائي يعني دياليد اللي كان طربو به صافي ونطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي إذا نخدم الخلاط واحد جوج ديال الدقيق كما نحس على أن العناصر ندامجت مع بعضها وما بقى تلك التولات ديال الطحين اللي ما نحتاج نهائيا نصفي ونطلق بكم كما رح تقول بناتها هو الخليط تتخدم مزيان في الخلاط ديال العصير واحد جوج دقيق فقط من بعد البنات سنقوم بها الخليط في الكوكوت دائما أنا كنا نعتمد على الكوكوت بزاف أن نخمر فيها المعجنات كاملين لاحظوا أن ما تحتاجوا نهائيا تخافوا من الطحين أو لا يجي قاصح ولا يجي مرخوف القياس مضبوط 100% بالإناء اللي عبرنا به الطحين والفورس ندبلوه في الماء سوف نخمر 45 دقيقة حتى 30 دقيقة ونطلق معكم هذا هو الشكل ديال العجين بعد ما تخمر البنات سوف ندهن المقلة التي كان طيب فيها الكريب أو المقلة التي تدهنها بشوية ديال الزيت وكتبو فيها الخليط يعني البنات كيف ندهن المقلة نحطها فوق البطة كنكب فيها مغرفة عامرة مغرفة عامرة مغرفة متوسطة مع عمرش بزاف باش ميجيوش غلاط بزاف وميجيوش أرقاق هاد الفطائر ديال المخنفر سوف يكن نقص البطة في الأول ومن بعد كنزيد فيها باش ميقصاحوش وكي ما لاحظتوا البنات ها هما هاد الفطائر ديال المخنفر يعني كي بدو يتشاهدو هما ماشي بغرير تنأكد على أنه ماشي بغرير غي هو يعني تيتشاهد بهالطريقة وكل مجا مشاهد كتجي النتيجة أحسن تيجيو خفاف ونأكد على واحد النقطة يعني كل ما كان الطحين مزيان تتجي النتيجة رائعة جدا سافر البنات ماني كي بدو لي هاد الفطائر ديال المخنفر يعني طابو يعني تشاهدو مزيان ما بقيتش نهائية اللعجينة في الوجه ديالهم غدا نقلبهم على الوجه الآخر كي ما لاحظتوا انتم مادة بالبطة انا منقوصة ما غنزيد في البطة حتى نقلب هاد الفطيرة على الوجه الثاني دياله وبعد ما يعني تشاهد مزيان قلبت الوجه الآخر لاحظوا انه كي يبال لكم على انه مقطن مزيان سافر البنات هذا هو الشكل ديال المخنفر على الوجه اللي غنحطوها عليه تيكون بهذا الشكل هذا لاحظوا على انه تيبال محل بغرير ولكن راه ماشي بغرير وكان ذهن غي مره وحتى المقلة سنأكد ماشي كل ساعة وهذا هو الشكل ديال الفطائر المخنفر لبنات لاحظوا انني مني تنجر العجينة تجب الدليل على انها راه خفيفة بزاف بزاف لاحظوا انني تنورك على الفطائر ديال المخنفر باش تشوفوا على انهم راه مام عجنين ما تقال ما ولو يعني خفاف الواحد درجة كبيرة كبيرة حتى مني تتاكلوهم تتحصوا براتكم انكم ما كليتوش شي حاجة تقيلة نهائيا لاحظوا هانتوما كيفاش كي يعني كي تجبدو هانتوما هنا مازال ما دهنتوهم مش بالزيت اي حاجة بغيتو الدهنهم تدهنهم وهنا لبنات بعد مدهنت هاد الفطائر بزيت العود يعني يتبقى لكم الاختير باش ما بغيتو الدهنهم تدهنهم بالنسبة للبنات اللي ما كانتش هاد المقلة اللي خدمت في انا تخدموهم غير بالمقلة ليس انطيبو فين بسمن غير دهنوها كي ما قلت لكم مرة وحتى فقط كافية وهي مني تبديروها في المقلة هاد الفطائره راه كتقبط راسها وكت يعني كتساعدكم ان هاد غيه كتقلب وما كتلسقش لان المقلة مدهونة وغدا نحاول نقطع قدامكم البنات كي ما ديما باش شوفوا يعني كيف كيبان يعني كيبان هاد الفطائر ديال المخنفر الشكل ديال هم اسفنجي يعني تيبان ورطبين وخفافوا ان شاء الله مني را تجربوهم غاتكتاشفوا كنشكركم البنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات ديالكم اللي كتخليوا لي وكان رحب البنات اللي عاد نضموا القناة وكان رحب جميع الاخوات اللي كانوا معايا منذ البداية واي حاجة كيف ديما من فهماش موادحاش خليوا لي ان شاء الله البنات في التعاليق نجاوبكم عليها اشتركوا اول مرة كتزروا القناة البنات ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد تنحطوا ونقول لكم شاء الله افرادكم بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته